لاديمير بوتين هدت بأنه رح يقطع الكابلات للإنترنت من المحيط لا لا مش مستهدفك هو أنه عادي يبقعد بدون نت بهذاك اليوم ليش هيك نجنب بوتين؟ أنا بحكي لكم شركات كتير كبيرة مثل أبل مثل يوتيوب جوجل وغيرها الليستة طويلة قال بدها تعاقب روسيا على اللي بتعملوا في أوكرانيا فقاموا سكرو لهم حسابات منعوهم من كتير قصص من أكسس يعني كمان أبل سكرت كل متاجرها في روسيا وغيره بوتين بيقولهم أوكي أنتوا بدكم تمنعوني أني أتواصل أو بدكم تحبسوني عن العالم أنا بورجيكم فقام عمل هذا التهديد إذا لا قدر الله الإنترنت تنفصل معناتها العالم رح يرجع للعصر الحجري رح تقولوا لي إيه بتبالغي؟ أشرح لكم أكتر في اليوم الأول لانقطاع النت يعني في نهايته شو رح يصير؟ أوكي أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك، انستغرام، تيك توك وإلى آخره رح يخسروا مئات المليارات من الدولارات ليه؟ من عوائدهم من الدعايات وكمان من التصفح عليهم أوكي أمازون، جوجل مع استمرار انقطاع النت هدول رح يصيروا كأنهم مش موجودين أساساً شركة مايكروسوفت في البداية رح تسكر كتير من أقسامها بعديها رح تنهار وما رح تقدر تكمل فبتسكر هون الكارثة الكهرباء رح تسكر على كل العالم تعرفوا ليه؟ لأنه مولدات الطاقة الحديثة بتشتغل على الإنترنت وإذا سكرت الكهرباء هذا رح يعمل مجاعات لأنه الأكل رح يخرب والناس بعديها رح تصير بأعمال شغب بدهم أكل، بدهم دواب شبكات توزيع المياه شبكات تكرير الصرف الصحي شبكات النقل يعني طيران بواخر حتى متروهات